بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا الكليرة مرض خطير ولماذا يخاف منه الناس وهل فعلا هذا المرض يعتبر مرض خطير أم لا طبعا الكليرة تعتبر خطيرة جدا للأسباب التالية أولا أن هذا المرض غالبا إذا لم يتلقى الشخص المصاب أي رعاية أو أي علاج فغالبا يؤدي إلى الوفاة والكليرة هي عبارة عن عدوى بكتيرية للجهاز الهضمي تنتج هذه البكتيريا السم سام جدا يلتصق بجدار العمعاء مما يضطر الجسم للتخلص من هذا السم عن طريق الإسهال وإنتاج كثير من السوائل التي بداخل الجسم من أجل طرد هذا السم ما هي أهم العراض للكليرة أهم العراض هي إسهال مائي يشبه ماء الرز أيضا الجفاف وكذلك آلام بالبطل وغثيان وقيء وهبو طعام هذه هي أهم العراض طرق الإصابة بالكليرة أولا شرب ماء أو تناول طعام ملوث بالبكتيريا أيضا تناول الخضروات والفواكه النية والغير مغصولة جيدا بالماء النظير أيضا الأيادي الملوثة بالبكتيريا أهم النصائح للوقاية من الكليرة أولا استخدام الماء المعبأ والنظيف والمغلي للشرب أيضا ولتحضير الطعام أيضا لغسل الفم وغسل الوجه وغسل الأيدي كل هذه لازم نستخدم ماء نظيف ومعبأ أو مغلي تجنب الأطعمات التي قد تكون ملوثة أو أيضا الماء الذي قد يكون ملوث نتجنبه وكذلك أيضا تجنب تناول الخضروات خصوصا غير المغصولة وأيضا الأطعمة النيئة التي غير مطبوخة كذلك أيضا نتجنب الحليب غير مبستر أو غير المغلي وكذلك أيضا نتجنب منتجات الألبان غير النظيفة وغير المبسترة أما بالنسبة لعلاج الكوليرا فيكون أولا إذا حصل لك أي إسهال مائي شديد أو حتى إسهال مائي يجب عليك مراجعة الطبيب فورا وطلب المساعدة الطبية فورا وأن لا تتأخر مهما كانت الأسباب ثانيا شرب الكثير من السوائل وخصوصا الماء لتجنب الجفاف كذلك أيضا استخدام المحاليل التي تعالج الجفاف مثل محلول الإرواء وغيرها التي تكون محتوية على الأملاح الضرورية للجسم وأيضا السوائل وإذا لم تتوفر المحاليل التي تعوض الجفاف عليك بصنعها أنت في البيت وذلك عن طريق استخدام لتر واحد من الماء النظيف والمغلي وأتضيف ليه خمس ملعق سكر ونصف ملعقة ملح طعام صغيرة ثم تقوم بالشرب بحسب الحاجة للجسم هذا بالأخير أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية ولكم مني جزيل الشكر كان معكم الدكتور مجاهد الجوفي اختصاصي الصحة العامة مشاهدين الكلام اشتركوا بكم يا تبابا فعلوا الجلس فعلوا لايك ويصلكم بكل جديد